إيه الاعتمادية دي؟ لزام الانجليش اسمها الكو ديبندنسي كو ديبندنسي ع będą you know dipendency صح؟ اللي هو الاعتماد ده اصلاً تيرم اعتمادية دي كان تيرم بنطلقه على الاعتمادية على المخدرات يعني ما يبقى فيه واحد dipendent على الهيروين يقول لك ده عنده إدمان للهيروين بعدين لدينا إن الإدمان ممكن يخش في العلاقات فيه واحد مدمن في العلاقات أوكي اللي هو علاقات يعني كتيرة بيعملها في نفس الوقت وكده ده مدمن لا مقصودش كده اللي هو جوة العلاقة اللي هو اتنين مع بعض هما الاتنين فيها هما مدمنين لهذه العلاقة مدمنين لبعض جوة العلاقة دي ودي على فكرة مش بس تحصل في العلاقات في الجواز والرومانسية والارتباط والكلام ده ده ممكن تحصل ما بين الطبيب والمريض ممكن تحصل ما بين المدرس والطلبة ممكن تحصل ما بين صاحب العمل والموظفين ممكن تحصل ما بين ديناميكس اللي احنا انت لما اشرح هتفهم اكتر تقول يال هو مدير بيحب الموظفة بتاعته لا مقصودش كده برضو انت هتفهم انا قصد دي لما ابدأ اتكلم طيب انت بتقول لي فيه ادمان جوة العلاقة دي تمام يعني المدمن الهيروين فيه مدمن وفيه هيروين طيب جوة العلاقة دي بيبقى الادمان ماشي ازاي يقولك بيبقى فيه واحد اسمه ديبندنت واحد اسمه انيبلر الديبندنت دي اللي هو شخص اعتمادي توكلي بيبقى ده جزء من الادمان وفيه شخص تاني بيبقى منقذ ريسكور او انيبلر يعني فيه واحد دايما بيبقى معتمد على التاني ده والتاني ده بيحاول ينقذ الشخص ده اوكي فبنسمي فيه واحد اعتمادي بيطلب المساعدة طول الوقت واحد منقذ مسؤول طول الوقت والاتنين مدمنين للوضعية دي اوكي اللي هو الضحية ده او اللي هو شايف نفسه ضحية او اللي هو الاعتمادي ده بيبقى يعني يقولك انا يعني انا ولا حاجة بدون الشخص اللي معايا ده وده بردو بيبقى يعني بياخد جزء من ثقته بنفسه من خلال انه هو بينقذ الشخص ده طول الوقت وهو مسؤول عنه مسؤولية كاملة اوكي فلما يبقى انا عندي واحد منقذ طول الوقت واحد اعتمادي طول الوقت جوه العلاقة ده بنسميه اعتمادية في العلاقة اتفقنا وبيبقى ده مدمن لده وده مدمن لده هتقولي طب ده الشخص الضعيف اللي هو اعتمادي ده مدمن اوكي ده مدمن مدمن مساعدة ده وفي كده اه طب اديني اديني يعني سمتومز اكتر او صفات اكتر بص يا بتعني اتكلم على ده الاول شوية اللي اعتمادي ده بيبقى ايه مشكلته هو بيميل ان هو يكون اعتمادي طول الوقت على كل الناس فكل تزديد احتياجاته بيعتمد عليها من الناس من تلاقيه مش عارف يذاكر بدور على الحد يذاكر له تلاقيه مش مبسوط يدور على الحد يبسطه تلاقيه مش عارف يروح بمكان مع انه سهل يعني تمشى تلاقيه عاوز حد يروح معاه اوكي هو دايما اي ان كان اي ان كان وعنده مشكلة ان هو يبدأ مشروع او فكرة لوحده دايما محتاج ومحتاج عارفين انتو هو دعم دايما طول الوقت طول ما كلنا يا دكتور محتاجين دعم وذين لميتس انما ما تلاقيه فيه واحد بنسميه نيدي كده او عنده احتياجات كتيرة وبيستغل الناس عشان يحقق اقوله الاحتياجات دي ده هنسميه صعب على الشخص ده ان هو يرفض دايما بقول اه اوكي حتى لو دخل في والشخص اللي معاه التاني ده بيطلب منه حاجات او بيسرقه او بيدربه او اي ان كان تلاقيه صعب ان هو يرفض اي حاجة ففيه difficulty ان هو يقول لا يعني هو بيقدرش يقول لا فهو بيقول اه حتى لو من جوه عاوز يقول لا هو برضو ما يقدرش يقول لا فبده بيخليه عرضة للابيوز طول الوقت خلاص خوفه الاساسي ان الناس تسيبوا يعني في الشخص الديبندنت ده اللي هو اعتمادي ده ده اهم حاجة عنده ان الناس ما تسيبوش حلو عمره الواحده ما يقدر يعيش بدون علاقة لازم يكون في علاقة ويريد تكون علاقة رومانسية وانا قلتلكم المرة اللي فاتت اللي هو ما بيقدرش يعيش لوحده دي ده ريد فلاج اوكي ان هو هيقرفك في عيشتك يعني يعني انا قلتلك عاوز استعدي يا دكتور للجواز اعمل ايه لازم تكون انت كونفارتابل ان يور اون سكني يعني انت الواحدك مبسوط حلو اول لما تلاقي نفسك الواحدك مبسوط كده ده دليل على انك ممكن تخش العلاقة والعلاقة هتبقى سيكيور واحنا اتكلمنا على السيكيور اتتشمنت دي قبل كده خلاص يبقى ده راجل يعام بحتاج مساعدة طول الوقت وراجل بيعتمد على الاخرين وراجل صعب بيقول عليه يقول لقا ومرعوب ان الناس تسيبو وما بيقدرش يعود لوحده وهكذا ومحتاج ريئة شورانس طول الوقت اما ليا دكتور بقى اللي بيساعد ده انت قلتلي انها بتبقى علاقة ادمانية بين واحد اعتمادي وواحد منقذ المنقذ ده بقى ايه لا ده بيحس طول الوقت ان هو مسؤول عن الناس مسؤول عن الناس على فكرة ممكن يكون الراجل كده وممكن تبقى الست كده عادي يعني انت هتلاقي فيه رجالة جتير والست هي اللي شايلة المسئولية وهي حبة كده وانا هقولك فين المشكلة هتحصل فين دلوقت طيب هو الشخص خلينا نحكي على الست عشان هي الناس متخيلة الاعتمادي دايما راجل اه سوري ست لا الست هي ممكن تبقى المنقذ ازاي هي بتحس انها مسؤولة عن اللي حواليها في الشغل بتحس انها مسؤولة عن الناس اللي في شغل في البيت مسؤولة عن الولاد ومسؤولة عن جزء ومسؤولة عن كل حاجة بتحس بقلق وبإحساس بالزنب لما تشوف حد بيقع في مشكلة لازم تروح تنقذه ده 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 ماظر تريزا هي ده حلو ايه اسبر بس وتحس انها فيه زي حاجة من الالزام كده ان تحل للناس مشاكلهم يعني ما تشوف حد في مشكلة لها تتجنن كده وتبقى تموت وتحلها حلو طب يا دكتور مكويس ده واحدة هي بتساعد جزءها وبتساعد عيالها وبتساعد الناس ما المشكلة لا يا معلم انها بتعمل دور اكتر من دورها هو انت لما يكون في واحد في مشكلة هي المشكلة دي بتبقى قلنا هي كيرس ولا بليسنج يعني هي كيرس ولا الجفت ممكن تبقى جفت يعني هدية يا ربنا بعيت لك هدية انك في مشكلة ليه هتتعلم منها ولازم تتعلم تحلها لوحدك ولازم تتعلم درس من المشكلة دي لان احنا بنتطور بالألم بالمشاكل لا هي الستة دي ما تسيبكش أصلا تقع في مشكلة فهي بتحل لك كل مشاكلك فتلاقي جزءها انتخ بقى وكبر دماغه وبقى بص لا بيعمل حاجة في البيت ولا بيعمل حاجة في تربيت العيال ولا عاوز يشتغل ما هي بتحل المشاكل وواخدت دور كله دي ما الستة دي هتوفركمت يعني كان تنتصر يعني كل واحد يجي لها يطلب بالنات ن instructor يعني تقولك ماشي عاوزك والله يتود هي الانبوبة لتي الأنبوبة لتغييرها ماشي والله عاوزك الصلاحي العربية ماشي والله عاوزك تحمل عيال ماشي والله عاوزك نحüssel العيال والله عاوزك المدير المديرة هايقول لها عاوزين عندنا مشكلة عاوزين نطور المشروع اللي احنا بنشتغل عليه في الشركة ماشي فتلاقيها عمالة تاخد 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 وتشيل فهي متعودة تهدي طب بتستقبل بقى لا ما هي ما بترفض تاخد هتقول لي ده شكلة طيبة الستة دي لا ما هي بعد شوية هتبقى مضرة الستة دي بالذات بقى هي الستة دي اللي هي بتساعد قوي وبتدي قوي وعندها احساس بالذنب لو ما ساعدتش الناس اللي حواليها بيبلطوا في الخط ولادها بيبلطوا جزها بيبلط فين يبلط دي مشارد دي جملة سهلة يعني متستخدم دلوقتي يعني كله يأنتخ يكبر دماغه يريح كده وتلاقي الشخص اللي هو نادي الاعتمادي دي بينجذب وهي بتنجذب ليهم يعني يوم ديناميك شايف بقى انت واحد هو اعتمادي هيجوز واحدة هي منقص او العكس بقى واحدة هتبقى اعتمادية عامل لك دور الهابلة طول الوقت مش عاوز تعمل حاجة ما بيناك انها مش فاهمة اي حاجة مستنيه الناس تنقذها وده واحد هيجي دور بقى ان هو المنقذ اللي هعمل لها كل حاجة ما تفقريش ما تخططيش انا هفكرلك وانا هخططلك وانا هعمل لك ايه كل حاجة والاتنين مدمنين بقى بص ادمان ده ادمان المساعدة وده ادمان النساعي انتفقنا؟ طيب دكتور اتكلمني شوية انت هنعليجهم ازاي دي لطيب انا عارف ناس دولات يتقولي انا شفت الديناميكس دي ده انا خالتي كده ده انا بابايا كده ده انا جرانة كده طيب هو ايه بقى هنعليجهم ازاي او نحل المشكلة دي ازاي الاول كما تعلمنا فيه العلاج المعرف السلوكي ان احنا بنركز على المشاعر والافكار والسلوك فاحنا في الاول لازم الشخص مثلا لو هنركز على اللي بيساعد قوي ده اللي بيضحب نفسه من اجل الاخرين ده هو بيضحب نفسه من اجل الاخرين طيب يعني هو بيعمل حاجة ايجابية انا المفروض نتجتها تبقى ايه؟ ايجابية انما لما لقى ولاده بقى مدمنين بقى ولاده اعتمديين لقى جزهة او 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 امراته او ايا كان الشخص الاعتمادي اللي هيخش معاه في العلاقة بيفشل بسبب المساعدات الكبيرة انتعرف انت عند المت في التربية كده لازم تسيب الطفل هو يجرب ويتعلم من غلطه لا هي الاب ده اللي هو منقص ده ما بيسبش الطفل يخش في تجربة دي يقول لك انا ما خاف عليه انا اصلا لو مساعدتوش مش هيعملها الوحده ولو ما ذكرتلوش الرياضيات ما هو مش هيذاكر ومش هينجح واصلا لو اصلا فهو فيه احساس بالقلق ده الاحساس اللي بيجي مع الموضوع يتتبعوا ايه الفكرة اللي بتيجي بسبب الاب يقول لك اصلا انا لو ما ذكرتلوش هيصد اصلا انا لو ما ساعدتوش مش هيعملها فيه برضو احساس الزنب اصلا انا هبقى ام وحشة اصلا انا هبقى ابو وحشة اصلا انا كده مش هبقى مسلم حقيقي اصلا انا كده مش هبقى ابن المسيء فانا لازم اضحج نفسي عشان الناس اوكي يا ابني ما انت كده بتضحي من نفسك انت بضحي نفسك هلعبت انت ما بتساعدش حد انت بتسوق من الصفات النفسية والريزيلينس بتسميها بقى الايه الصلابا انت العيال لازم تخش في مشاكل وتواجه المشاكل طبعا مش مش هدخل العيال في مشاكل اكبر منها بس سيب العيال تخش في مشكلة اساعده ابقى كوتش كده من بره جايد من بره بس ما بقاش انا ايه بحلله كل مشاكل ومالوقت كده هيجي لبقى ما يكبر ويخش في سنه يبقى هو اندبندنس يبقى مش عارف يحل حاجة حلو فانا بلاش احساس الزنب يبقى احنا تاني الناس اللي بتساعد قوي دي بيبقى ساعات هو خير للشخص اللي قدامه ما يحلش المشكلة او ساعات بيحس بالزنب ان انا اب فاشل او انا اب مش مهتم او انا اب مهمل او انا مش انسان مسيحي حقيقي او انا انسان مش مسلم حقيقي او انا المفروض اساعد الجار وساعد الفقير بس انت احنا انا عدت سنتين في كندا اشتغل مع الهوملس اللي هما المشردين بالزات المشردين وعندهم مشكلة مع الادمان يعني ده كان تخصصي في مدة سنتين كان اهم حاجة ان احنا نحط الشخص على اول الطريق اوكي ونسيبه نسيبه احنا يعني انا بص ازبط كده ونسيبه وهو بقى يواجه المشاكل لواحده انما لو لقينا انا بديله فلوس بجيب له انا الشغلانة وبجيب له السكن واجيب له كل حاجة اي تنينه زي ما هو ما فيش حاجة بتتغير انما انا ممكن مثلا اساعده ان يكتب ريزومي يعمل السيفي بتاعه اللي هو مش عارف اسمه يبلع ربي اللي هو السيفي بتاعه يعمله واساعده ان هو يكتبه ويكتب كل مهاراته وهو اللي يروح لوحده يقدم مشانا اللي أقدم له ليه لان انا فيه ليمتز امتى ابقى انا كوتش او امتى انا هبقى انيبلر اللي هو المنكز اللي بيحاول ينكز الناس ده طيب هي لازم يبقى الشخص اللي بيساعد قوي ده ياخد باله ان مشاعر القلق اللي بتبقى موجودة هي السبب مشاعر الزنب هي السبب راشونالايزيشن ساعد هو بيبقى السبب اللي هو يقول لك انا مناقى اسلاحي لازم اساعدهم لان ابوهم ما بيساعدهمش فانا لازم اساعد العيال يقعد يجيب اي سبب كده ايه عشان ينقص به الناس اللي حواليه اوكي لازم برضو في علاج السي بي تي ده الشخص المنقص ده يشوف اللي هي التأثير السلبي بتاع سلوكه اوه ده انا لما عملت كده ابني بقى ضعيف الشخصية اوه ده لما بقيتها ساعد قوي كده بنتي ساعد فيها وبقت تضرب مخدرات عندي كتير جدا انا بقالج يعني في كندا الادمان تلاقيي القصة ساعات من اساسها ان البنت قاعدة 25 سنة ماما عملة تصرف عليها والبت ما بتشتغلش ومكبرت بغا وفلوس كتير جاية بقى ان هنا المفروض اصلا في الثقافة هنا ان الولد اول ما يبقى سينه 18 سنة يسيب البيت انا عارف عندنا احنا بنقاعد يلنا لغاية ما ايه ما نجوزهم بس هو هنا الثقافة عند 18 سنة لازم تسيب البيت ولازم انت تشيل مسئوليتك بنفسك وتشتغل بقى وتدرس مع نفسك فينا اسا انها طبعا ما بتقعد وبابا وماما بيصرف عليها بالذات لسن كبير ده بيعمل مشكلة وبيعمل موضوع الديبندنس اللي هو الاعتمادية طيب برضو من عشان يبقى ان لازم ما يشوف الست اللي بتضحي دي قوي انت بتضحي نتيجة مشاعر خوف ولا مشاعر زنب ولا مشاعر ايه تمام وهل التضحية اللي انت بتعمل ايها دي بتسبب مشكلة وايه نوعية المشاكل اللي بتمر بيها انت وعيلتك وشغلك والناس اللي حواليك وانت نفسك بعد شوية انت هتجرب اب مش هتقدري نتيجة السنة نتيجة الضغط نتيجة السكر نتيجة مش هتقدر مش هتقدر بتبنيك المنكز وسوبر مان ولا سوبر وومن طول الوقت طيب برضو لازم احنا نتشتغل على الناس بقى اللي حاضرة معايا العلاج المعرفي السلوكي عارفين يعني ايه صح صح كالسيرة الزتية السيفي اللي هو السيرة الزتية ممتاز لازم بقى طبعا الشباب اللي ناس تتعلم ازاي تكتب سيفي وشغل دلوقتي كله اونلاين وتكتب سيفي وتكتب مهاراتك مفيش اللي هيعتمد على تعيين الحكومة اللي بيحصل اوتوماتيك ده مش هيكبر اوكي لازم بقى احنا لازم عشان نكبر السيفي هو البداية لازم أبقى عارف ازاي السيفي اكتبه كل سكيلز بتاعته والانترفيو سكيلز طبعا الانترفيو سكيلز اللي ازاي تتعلم طبعا بتفهمين يعني انترفيو سكيلز المهارات اللي هي المقابلة ان انت محد يعينك بيقابلك الاول ويسألك اسئلة قول لي احلامك ايه كمان خمس سنين قول لي موقف صعب قبلته قبل كده قول لي نقاط قوة في شخصيتك قول لي نقاط ضعف دي طبعا لازم انت تبقى دبلوماسي وعارف ازاي ترد على الاسئلة دي بطريقة جذابة وطريقة كويسة تبرز فيها نقاط الكوة وبلاش والله ايه ناس كتير عندهم مشاكل نفسية يخش يقول لك انا لازم ابقى امين في اجابتي في الانترفيو هقول له كل مشاكل نفسية يا عم بلاش الطريقة دي عشان خاطر يبلاش الطريقة دي بشوفها كتير يعني هو انت لو فيك مشكلة هيشوفها بعد ما تشتغل يا عم هتبان هتبان انت في الانترفيو بتبين السكيلز وتبين المعارات لو في مصيبة هتطلع له في الشغل وهيتروضك ما تقلعش لو في مصيبة ما لازم تقولها من الانترفيو هو هيشوفها بعدين ويمكن ما ما تبقاش انت مع هوا ساعات في المرض النفسي انت بتشوف انت بيك مشكلة وهو عصلا مفيش مشكلة ما دي جزء برضو من المشاكل والالتباطات النفسية فلا احنا داخلي الانترفيو بنقدم احسن ما عندنا عندنا مشاكل هنحاول نحلها وان شاء الله تتحل طيب نرجع بقى ايه الكوربليفس ايه الكوربليفس دي يعني اللي هي المعتقدات المحورية ساعات مثلا الام المنقذة دي تقول لها يا ستي انت عملا تنقذي في جوزك وعيالك وفي جرانك وفي بيت يعني اخي حمينا بقى يعني الناس خلاص فاكرة نفسك سوبر وومن تقول لك بص لأ ما انا عيالي برضو اصلا بص انا ام فشلة ليه يا ستي ده انت اصلا اصلا ما رضعتهمش طبيعي وده عملي جرح كده هو ده بكور بليف انا ام فشلة لان صدمات ايه ما رضعتهمش طبيعي فهي حاسة بالزنب لان ما رضعتهمش طبيعي من زمان فهي لازم بقى دلوقتي تعمل اكتر عشان تثبت لقدامنا بساعة وقدام العيال انها اعسن او اصلا انت عارف يا دكتور هم كانوا سنتين وديتهم حضانة والتفرطة وديتهم حضانة وانا عارفة المفروض العيال في الاول تبقى بحضن انا فانا حاسة بالفشل وحاسة بالزنب من ساعتها او يا دكتور اصلا انا ما كنت بزع فيهم زمان هم مصغرين فانا بحاجة طبط يقول لك ايه افدنس كده وحاجات بروفس كلها ان انا ام فاشلة طبق عادي تقبلها ايا ايا مش بتكذب عليك هو فعلا هي ما رضعتهمش وهي اا ودتهم حضانة وهي زعاقت فيهم اا بس انت عارف انت سمعين دلوقتي تقول لي ما كل الامات بتعمل كده دلوقتي فين المشكلة ما هي بقى محتاجة تشوف ده فانت تقول لي خلاص انت اديتيني افدنس هو دليل على انك ام فاشلة ماشي ام مش مهتمة بقى ما فيش دليل تاني ان انت بقى ام شطرة احنا كده احنا بنغير بقى هو ده العلاج المعرفي السلوكي ان انت عندها فكرة انا احاول اغيرها بفكرة تانية لأ مش انت انت ام مثلا عملت حاجات غلطة في حاجات حلوة عملتها اه طب تفكر كده اه ده نقولت بقى لهم احسن اكل بص احسن اكل باشتري شوف القلتي كله واجيبه العكلات الصحية لبس برضو اصلا كل الامات بتغير مني عشان بلبس عيالي احسن لبس اوكي اه 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 وبص موضوع بقى احسسهم بالحب ده انا طول عمري بحسسهم بالحب ولما عارف بقى لما ودتهم اسمها ايه حضانة احسن حضانة في البلد عندنا المدرسين فيها ممتازين فانت كده تخليها تشوف ايه ده انت مش ام فشلة بقى ده انت ام كان فيه مميزات كتيرة وفيه مشاكل بسيطة اللي هي اي ام ممكن تعملها فريد بقى نغير الايه الاحساس الدفين بانك ام فشلة دي ونعوضها ان انت ام عملت حاجات كتيرة حلوة وبعض المشاكل البسيطة وده عادي ده ما مش عاوزينه يبرر السلوك اللي هو الانقاذ اللي انت شغاله فيه ده اتفقنا؟ طيب ده جزء من العلاج لازم برضو الشخص عندي دايما في العلاقات دي واحد اعتمادي وواحد منقذ لازم الشخص لو هو منقذ او اعتمادي يفكر انا ازاي اطلع بره الدايرة دي يقول لك جزء من التمارين برضو ان الشخص يجي على الاعتمادي بقى شوية الشخص ده المفروض يعمل ايه الاعتمادي الاول لازم يعرف احتياجاته ايه اتكلم الشخص بقى اللي هم انت اخ مكبر دماغه ويقول لك انا ما فاشل في كل حاجة وانا محتاج حد ينقذني ومحدش بيحس بي وما اقدرش اخد قرار لوحدي وما اقدرش ابدأ مشروع لوحدي طب انت يعمل بالراحة بس كده احتياجاتك ايه؟ ونقد نكتبهم والله انا عنده احتياجات 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 كلنا عنده ده احتياجات احتياجات للأكل وحتياجات للمية احتياج لللبس احتياج انك تتحب احتياج ان الناس تحترمك احتياج ان ان انت تبقى انكلودد في مجموعة ويحتاج ان انت واحتاج الحصاص بالامان احتياجات هلو نكتب الاحتياجات دي كلها ده جزء من العلاجة هو نكتب كل الاحتياجات دي واعود بقى انقم الاحتياجات ده في احتياج اقدر اعمله لوحدي في احتياج اقدر اعمله بارشيا لي يعني جزء علي وجزء على الشخص اللي معي وفي احتياج لا ده انا لازم احتاج حد يبقى معي مثلا عندي مشكلة صحية. فانا عندي الضغط. انا اللي هحلو ولا دكتور اللي هيحل المشكلة? خلاص دي فالد ان انت هتشوف دكتور يحللك مشكلة الضغط. اه اللي مش فالد بقى ان انا انا بقى بانس اخد الدواء كل يوم فجوزي لازم يقعد يفقرني كل يوم اني اخد الدواء. وهو يجري ورايا ان هو يفقرني اخد الدواء. لا ده كده دلع بقى. لا كده احنا دخلنا في اعتمادية. يبقى احنا جزء من العلاج اكتب احتياجاتي كلها. وابدأ افكر. ايه اللي احتياج اللي هيبقى علي مية في المية? ايه اللي احتياج اللي على شريك حياتي عشرين في المية وتمانين في المية علي? ايه اللي احتياج اللي مية في المية ما ينفعش يبقى علي ومحتاج انا جزء يعملها او محتاج الدكتور يعملها او كونسلر او الناس اللي حوالي. اتفقنا يبقى دي كلها تمارين.